نقوله معاناة الفنان لا نتحدث عن الفنان المصرحي ولا تليفزيوني الفنان كامل فنان تشكيلي أعطني دقيقة مفيدة من فضلك ونقضي الوحيد لن يتساعدني أعطني دقيقة من فضلك الفنان تشكيلي أي فنان شعر في الأدب أي فنانة سنحكي عليها كلمة فنان الفنان الحقيقي أيضا أعلى هنزيت هذه الموجهة للناسية ما ليس لها هي النقطة من كلامها أنه كين فنان حقيقي كين فنانين ربحين ربحين ما نقول لش كون هذا الصنف لكن ربحين 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 بطرق واحدة أخرى بس نضع الفنان الحقيقي لأنه الفن عمره كان رزق أي إنسان يزرع فيها ربي هذه الموهبة على الفن الذي بداخله أنا درت المصرح لم يكن فيها دراهم لم يكن في البدن العربية؟ قالتها أنا جيدك لنجاوبك قدرته كهي وبعد أو ملزوم عليه أو رزقنا عليه لأنه الفنان لا يسمح له يشكي لأنه ينبس به الفنان لا يستطيع أن يسأل أي سيغة لا يستطيع أن يسألها لأنه لا يوجد لأنه لا يوجد أي سيغة لا يستطيع أن يسأل بعد عشرين سنة من الإنتظار فنانة ينبس عليها لا يستطيع أن يسألها إسمعه مليا ليس من حقك تمرضك ليس من الحقك يقولك هذا الفنان يبس عليه ويأتي يطلب ليس من حقك تضطح قرر وطا هضر ليوا يقولك لا عيب العيب الفنان ما يخرج ليس عيب 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 لأن هذا الفنان قلبوه مسكين ثم